السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة حلقتنا اليوم وقعات في جزائر عام 1988 من اللي كان واحد الشاب اسمه سامير كان يلا تخرج من المعهد الوطني لمحروقات وهذا معهد كيقراوفية لعالم البترول ولا مهندس في المجال كي تسمى مهندس الهيدرو جيولوجيا على ما اظن المهم سامير سوظف شركة البترول الوطنية اللي كان في جنوب جزائري ولكنه ساكن في شمال جزائر ها سامير كيخدم 45 يوم وكيقلس 25 يوم اطلع كان كيخدم 45 يوم وهو مريح في الجنوب و 25 يوم كيمشفال عند عائلته الشامال وفي نفس الحي اللي ساكن فيه كانت ساكنة خالته خالته كانت مرة كبيرة ومرة وحدانية ما عنده احد وساكنة غير بوحدة سامير من اللي كان كيزور عائلته وكيشوف مموك كيدوز عند خالته كيشوف احتياجات ديالها وشن خاصها لانه ما عنده حد المهم هو على هاد الحال واحد مدة طويلة وهد سامير هذا كان واحد انسان خلوق لاعمره دار انسان مقدب وبارك يكون فراسه بغي تزوجه شنو اللي سيوقع واحد نهار فاقوا الجيران على واحد فاجعة دخلوا الدار ديال خالة سامير المرار الكبيرة اللي يعيشها غير بوحدها الجيران هنا كانوا ملفينها القادية كيزوروها مرة مرة وكيطمئنوا عليها ودقوا عليها الباب ما جاوباتش شو يبال اللي من الباب حلها محلول وما يمسدوش ومن اللي حلوه دخلوه كيتفاجئوا بان خالة سامير طايح على الارض وكامل دم ومتوفيه وريحة كاريها خارجه من الدار لانه بيناش حلم النهار هذه وهي تمه احتى واحد من تابه لها الجيران صدمه مشاوبة بلغوا البوليس لجوع الفور ودهوا الجثة لمساودة الاموات البوليس كتشفوا ان الدار مصروقة لان الاغراض دياله كاملة مباطرة والماريو مهرس والمجورة مهرسين ومكتورين يعني الدنيا بينا تمهي مقلوبة لو داب حلش واحد كان يقلب على شي حاجة يعني اثار الصرقكين يعني الجريمة هذي بيدافع الصارقة هي هذي البوليس من يسولوا الجيران وسولوا الناس اللي كعرفوها الخالة هذي قالوا لهم بأنها كانت عدا شي مجوهرات وكانت عدا شي فلوس ديالها واذاك شي عندها في الدار عارفين بأن ذاك المرأة الوحدانية كان عدا شبارة هذي الفلوس وهم البوليس من اللي قلبوا الدار القوى خاوية ما فاتش عاجة يعني هذا اللي قتلها اراها جبغة يسرقها المهم البوليس بدأوا التحقيق ديالهم كيقلبوا كيقلبوا سولوا في الموحيد ديال ضحية كامل سولوا الجيران سولوا مالينا الحوان سولوا الناس اللي كيجيوا عندها مع ملكة التعامل العلاقات ديالها اي واحد وخي يكون غير مرة جاء زارها كيحقوا ماهو يسولوه ولو ما وصلوا لتشي حاجة واتشي واحد ما أعطاهم شي راس الخيط باش يبدأوا يفكوا لغزير هذه الجريمة اللي كانت بالنسبة للبوليس جريمة غامضة ولكن واحد القادية كانوا لقاوها البوليس في مصرح الجريمة شنعية؟ أن الجثة من اللي كانت مقتولة وطيحة على الأرض كان حدها الدم و هذا الدم بحال كان فيه واحد الآثر رجالية يعني شو واحد كان لابس سبرديلا وعفط على هذا الدم وخليه واحد الآثر هذا الآثر هذا هو الوحيد لعند البوليس خاصهم يعرفوا ديال من هذا الآثر هذا او لهات السبرديلا خداوا يعني صورة وبدأوا يقلبوا ولكن والو ما وصلوا ليتشي حاجة بخصوص هذا الآثر وبخصوص هذا السبرديلا البوليس سويل الجيران و الناس الذين يعرفوها قالوا ليهم ماذا يتردد عليها انها بالدار بزاف هذه المرة وحدان يوم عادتها في واحد ماذا يترددها بزاف قالوا ليهم الجيران بان خطها يعني ماما سامير وولادها هم اللي يترددون بزاف بحكم انهم من العائلة ديالها وهو واحد سيد بزاف يترددها هو ولد خطها يعني هذا سامير يترددون عليه سامير قالوا ليهم الجيران بانه يتردد عليها بزاف يوميا تقريبا من اللي يكون هو مريح عطلة كي يجي عادها لسوء حدد سامير هذا هذه الفترة التي قتلت فيها خالته كانت العطلة ديال 25 يوم ما كانش خدام وانما كان مريح عند عائلته مشاولوا بوليس على الفور الدار ديال خط هالضحية هذه يعني مامات سامير كي يجيبوه هي وولاده وكي سوولوها امتى اخر مرة جيدوا لها ونحن سيدة واحد يومين هذه وثلاثة ايام هما اصلا هما يتصدمون ومن اللي شاهدوا المرأة مقتولة بدك الطريقة ودخلوا واحد النوبة عصابية وهيستيرية وتخلعوا بزاف ومهم ما حملوا ذلك الوضع اللي هو بشع بزاف قالوا ليهم البوليس سافينة وسامير سامير سيدة يالله خرج الصباح بكري مشى الوصل مدينة يعني بحل قلتي السان ترفيل مشى يتقضيها خاصة الدار وغاد يرجع مزيان البوليس بقاوكي تسنو فيه الاحتاجة هوا جاء السامير من اللي جاء لقاوا عليه البوليس القبض والدوه الكوميسارية مباشرة هنا البوليس اول حاجة يقولوا له السامير هذا يقولوا لي وش خبار كأن خالتك تقتلت صباح هذا ولقينها جدا هامدة وليقتلها دخلت داره كالشطاق هنا يتفاجئ هذا السامير ودخل في واحد صدمة وقالهم خالته مسكي نمره وحدان وغير بوحدها وش حال مرة طلبتها وكتلا سيري عيش مع الوالدة أتبقى اي فضار هذه بوحدك قطر لك شي حاجة ونسي يقول لدني اخبار ولكن مسكينك راسها قاصح الله يرحمه قالوا لي البوليس هما يحضروا معي حقهم اه انتهبوا الواحد القادية انتهبوا ان هذه السبرديلة كان فيها واحد المقعة للدم لماذا انتهبوا لي لان هذه المسرحة الجريمة كما قلنا كان فيه واحد الاطر تاع السبرديلة تاع راجل وهم يلاحظون مزيانة القادية وهم يحقهم مع تامير هذا المهم البوليس قالوا لي حييد السبرديلة وحراه لنا حييدها وعطاها لهم القاوة البقعة للدم هنا في جهة الخياطة السبرديلة فيه واحد الخياطة فيها واحد بقعة للدم قالوا لي انتلاقا من هذا الدم هذا اللي عندك في السبرديلة انتلاق قتلت خالتك قتلتها ودخلت شفرت الدار وهذا الخرجة اللي مشيت مع الصيحة بكري مشيت للسنترفيل اكيد ديت ذهب واي حاجة شفرتها مشيت باعتها واجتي هناك تمثلين انك مخبارك وكذا كذا قلنا الحقيقة انتلاق قتلت خالتك وقال لهم لا اقول له اعود بلا مشت عنا رجيم انا لم يقتل خالتك ولم يمكن ان يقتلها هذه خالتك كانت مرة كبيرة مسكينة وهي المربياني وبحل والدة وعزيزة عليها وكانت بقع فيها بزاف وانا مرة 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 كنت هناك مخدام مواله في عطلة ديالة كمشي نزورها ونشوف حتياجات ديالها وانا كنتسخر لها وكذا وكذا المهم البوليش تده في واحد شدة بصح قلنا الحقيقة انتلاق قتلت خالتك وانتلاق شفرتها لا ما شفرتها مواله قالوا لي البوليش احنا قدين شوفه القادية هذه هزو ذك السبرديلة من بعد ما اخذوها لي وفا ذك البقع للدم ودوها المختبر ديال شرطة العلمية وحلو ذك البقع للدم وقارنوها مع الدم ديل الضحية يعني الدم ديل خالته خرجت نتيجة متطابقة نفس الدم ديل الضحية هو نفس الدم ديله هنا البوليش شدوه وعتاقلوه وقالوا لي مع الدك فين تهرب قتلت خالتك وقتلتها ودخلتها هنا يسامير ويبرر لهم وجود نقطة الدم على السبرديلة اش غاليوم غاليوم هذه الصباح بكري فاشتت قتل خالتي ومشيت فاعلة نيت ولكن كانت تفاجئ بان الباب الدار محلول كانت تفاجئ كنلقى خالتي طيحة ومدرجة في الدم ديالها انا بهول لك الصدمة بقيت كنظور حداها وانا كنظور حداها عفضت على الدم وعملات السبرديلة ولكن تخلعت بزاف وقلت ربما يلستقوا في اناتهم ومشيت في حالاتي هربت تخلعته وحربت في صراحة هذه الصراحة لكينا قالوا لي البوليس انتا كذاب انتا شفرت الى الذهب من بعد ما قسلتها ومشيت باعتها قال لي ملا ما بعت لاذهب ما شفرت ما قسلت ما قدرت انتا شي حاجة وانا راني مهندي وموضف واحد شركة البيترا والسالير لا تحتاج ان ينسرق خالتي انا خالتي انا كنجيب لها الكاضيات وكنتنسرق لها من قتل المؤهم البوليس الى الذهب مقتنعوش بها ومدخلوش الراس ديالهم عمروا ليه وقدموه المحكامة لحكمات لي بالإعدام المؤهم سامير في نهاية المطاف بدخل الحبس وكما قلنا تحكم بالإعدام والإعدام في الجزائر لا يتطبق ويبقى مجمد يعني سيتحول السجن مؤبد في هذا العام له والعام الثاني والعام الثالث تراضي من الوظيفة المستقبل الذي كان يحلم به ومشى في حالاته ومشى في سامير ضاع ومشى في حالاته ومشى في حالاته نجد سامير هنا في السجن سوف نرى واحد القصة عندها علاقة واطيدة بالقصة المهندس سامير واحد الجارة قال لجارتها قلت له يلا معي نرى الحجة في العناق ونزورها في حالاته ومشى في سبيل الله جارتها الأخرى قلت له مرحبا يلا يمشوا لبسوا حويجاتهم ومشوا يزوروها دقوا على الباب خرجت هذه الحجة في العناق استقبلاتهم ودخلاتهم وقلساتهم في الصالون جابت لهم الحلويات فرحانة بهم نرى الحجة في العناق ومشى الدخلات الكوزينة لماذا غرد؟ بقى هؤلاء جعيالة في الصالون واحدة فيهم بقعت كتلافتها هنا وهنا وبحالة متوترة وبحالة واقع لها شيء بقى هؤلاء جعيالة لاحظات القادية قلت له لاحظات القادية قلت له مالك قلت له مع الدمار بقى هؤلاء جعيالة قلت له قلت له نيت قلت له عامين تقريبا من التخونات لها الدار ومشى الاساسد كامل قلت له مالك قلت له مالك قلت له على يصاب لك ما صابت له شيء واحد آخر غير الماركة التي تضر في استوق انتركها لا دخل قلت له قلت له قلت له قلت له قلت له نزيدك اخر قلت له قلت له لماذا هو؟ قلت لك أن أخبي الفلوس لم يكن أخبيهم صندوق أو شيئا أخبيهم غير في السدارية هنا أفتح هذا السداري و أقصد هذا المضربة و أخشي الفلوس و أخبيهم و أخبيهم و أخبيهم بأحد الخيط بأحد الخيط الذي هو حمر ولكن أحد مرة لم أجد هذا اللون الحمر الخيط حمر و أضطر أن أقوم بأحد الخيط قهوي قدرته في اللور في الجرم و أقلت على جرم و قلت له أن نقلب ولو أن المرأة إلى الخيط و قلت له قلبي قبل و اخبار و أردنا أن نقلبه هنا المهمة قلبي و إدورتها و أقلت إلى خيط و أقلت في الخيط و نضط المرأة بسرعة ونضط محال insة و قلت لديك حجم و لم يعدينوا و أخبرهم تبقوا يجبهم أرحبت بهم أبقوا بك يجمعوا ويجمعوا أحد القادية قلت له هذه المدربة التي قلت على زوان سبارك الله قلت له هذي كشارية هذي عامين ومشينا لشريتها ولدي الكبير جابلية المهم سالة وناضف حالاتهم مشات المدربة مشات الدار ديالها قلت لشوف سأذهب معي كوميسارية لماذا لا نمشي الكوميسارية قلت له أني لقيت المدربة والأتات التي تخوليها هذي عامين لقيت أحد المرأة الحاجة جافت لنا هي هذه المرأة مع راجلها نمشي الكوميسارية وقالوا لي أننا لدينا هذي عامين وبلغنا على السرقة الدار ديالنا نمشي لنا الأتات كامل ديالنا ومدربات وستداد رؤية حاجة ديالنا قلبوا البوليس قلت على الملف لذلك المحضر لذلك المحضر يعني هذي عامين على السرقة الدار ديالهم ومالقوش البوليسة مالقوش لذلك السارق وتحفظ القادية على أساس أنه مجهول وحفظه الملف قلت البوليسة المرأة صافرة لقيت الأتات ديالي لقيت واحد مضربة عدو واحد جارتي لقيتها فعلا لذلك لم تكن العلامات تأكدت منهم البيت المحضر يقرر بالمحضر يدخلوا عند الحجر كقلبه وانت قالوا ايه المضربة وانت لدي العلامات وراته من تخيط الخيط القهوة كانت الموحل لتخيط الخيط غلق واحد المبلغ 800 دينار من فئة الورقة 200 دينار المهم البوليس من الفتح المضربة فعلانية مبلغ 800 دينار على حساب الوصف لعطاتهم المرأة هنا البوليس شدوا في هذه الحاجة وقالوا لأقول لنا للا هذا مضربة، ماذا كان جاب لك؟ قالت لهم ولدي، ولدي الكبير هذه عامين بجابها لي وانا ما عارفها والواسيدي، المهم جولتها الكبير ألقاه للقبض البوليس هي هذيك سولوا هذا الولد هذا من جبتها المضربة قال لي مشريتها، من شريتها، المهم الولد ترون في الحضراء ومعرف ما يقول ومعطام شي كلام منطقي ومفهوم يعني السيد ضاع وسط تحقيقات البوليس لحاصره من كل جهة، وأعترف قال لي، هذي عامين وكثر، كنت معرف على الشفارة هذه الشفارة كانوا يهاجموا الديور ويدخلوا لهم الديور يعزلوهم بكل عناية، الديور تكون خاوية ملفاته واحد، يعني إما إما مسافرين أو لما يجيو شلاب الكثير أو لغير شي واحد بوحده مرة كبيرة أو لراجل كبير ما يقدر شي فاق أو لسهل المقاومة لهم المهم كانوا يدخلوا على الديور ويكشطوها ويجعلوا كل شيء فيها ومن ضمن الأسات اللي عجبتني أنا من إحدى المسروقات عجبتني وخديثة ويجبت الوالدة ما كش كان نظن بأن هذا المرة هذه اللي في آخر الشارع سأتعرف على الوالدة ويجيبكم لي أنا هذا الشيء اللي أعطى الله شكونا وما أفراد العصابة قالوا لبوليس فلان وفلان وفلان كانوا واحد مجموعة كبيرة عند الشفارة اللي كهجموا على الديور وكيخونوا الاتات وأي حاجة كانت ما في الدار المهم البوليس لقوا عليهم القبض كاملين ولقوهم متورطين في بزاف ذي السرقات اللي كانوا بزاف ذي البلاغات عند البوليس ومالقوش ليهم المجرمين دورهم ومن خلال التحقيقات اللي كانوا يديروا البوليس مع أفراد العصابة حقهم معهم كاملين كان من بيناتهم واحد رئيس العصابة كان هو كيسيرهم وكيدر لهم الشؤون ديالهم كاملة وهو اللي كان يعزل الديور اللي سرقوهم وكذا 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 من بين أفراد العصابة كان واحد شخص هذا الشخص هذا قال لبوليس واحد القادية قال لهم أنا قد نقول لكم واحد القادية وربما تتومها لا تكونوا شعافين أما هي قالوا لي قال لهم هذه تقريبا واحد تلسين بحل مركاك كان ندخلنا على واحد دار كان جابه لنا هذا الرئيس العصابة نيت دخلنا لها كأننا نسحبوها خاوية نسحبوه مولا مسافرين أو لما ساكنش في هذه الساعة ولش حاجة ولكن كانت تفاجئوا بأننا كي نفى واحد مرة كبيرة مسكينة وغير بوحدها نعض هذا مسخوط الوالدين اللي هو رئيس العصابة وقتلها أنا هذه الساعة درت فيه وقلت لي لماذا تقتلها كان بإمكاننا نكتفوه ونزيرها ونصرقوا الدار لماذا قتلتها هو دار فيه وقال لي أنا كنت حمل مسؤولية ديالي قتلناها ما هي هذه المرة هذه؟ أعطاهم هذا الشخص مع أفراد العصابة العنوان ديالها ما هي هذه المرة في نظركم؟ هي خالد سامير المشى سامير ضحية سوء التحقيق البوليسي هنا سامير خرج من السجن من التبتات البراءة دياله وهنا أفراد العصابة هم اللي قتلوا المرة الكبيرة الوحدانية سامير كانت هضراته وصحيحة فعلا نيت هو جاء فعلا نيت هذا الصباح بكري وجاء بشوف الخالة دياله ولكن لقاها ميتا مقتولة بالطريقة وخاف لا يعودوا يلصقوا فيها التهمة هذه ولكن هذا اللي خاف منه طاح فيه لأنه خلق أطر تلك السبرديلة دياله تم في مصرح جريمة عفض على هذا الدم ومن اللي عفض عليه أبقى لاصق فيه هنا يمليل البوليس لقاها الدم على السبرديلة دياله ما حيضوش له التهمة هو كوكان موجرين فعلا نيت هو كان يتخلص من هذه السبرديلة وهو أصلا ما كان شيح فاطل يلك الدم بالأساس ولكن هو إنسان ما عارش وماشي موجرين تورط في هذه القادية ولكن الحسن الحظ والعناية الإلهية خرج منها من بعد واحدة السنين ديال الحبس لدوزها يعني فابور هكاك ولكن الحسن الحظ دعوتاني أنه الخدمة دياله ورجعوا الخدمة لأن البراءة دياله ضهرات وهذه النهاية ديال الحلقة ديالنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته